بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أن ملكا كان عنده عشرة كلاب وكان يربيهم تربية خاصة ويحسن إليهم لبقى حتى إن عصاه إنسان أو غضر به أو فعل أي فعل تغضبه كان يرميه العشرة كلاب ليأكله والشيء الغريب أن الوزير سبحان الله وكان يعني قادمه الأوفى وكان يحبه مر من ذات المرات اختلفوا عن الملك وحدث شجار بينهما فقرر الملك أن يلقي بالوزير لهذه العشرة كلاب رغم أن هذه الفكرة كانت فكرة هذا الوزير فماذا حدث قال الوزير والملك إني خدمتك عشر سنين فهل تضحي بهذه السهولة بعد إلحاح شديد صمم الملك أن يلقي بهذا الوزير لعشرة كلاب فقال له أيها الملك إذن امهلني عشرة أيام فقط وبعد ذلك افعل بما شئت وفعلا ماذا فعل هذا الوزير كان زكيا الحياة ذهب إلى راعي أو حارس الكلاب وقال له ابتعد عن هذا الأمر ودعني أحسن إلى هؤلاء الكلاب وأقوم على رعايتهم عشرة أيام تعجب حارس الكلاب وقال له أنت الوزير طبعا نفذ أوامره ظل هذا الوزير يخدم ويعطف ويرافق ويحسن لهؤلاء الكلاب عشرة أيام وعند الموعد المحدد ماذا حدث طبعا كان بيعطى إشارات للكلاب أن الذي يلقى إليكم تأكلوه طيب بعد عشرة أيام ألقوا هذا الوزير للكلاب وكانت المفاجأة أن الكلاب لم تأكله بل قامت إيه بالحب والحناني وكل حركات الحب والوفاء لهذا إيه الوزير فتعجب الملك وغير المنظر تعجب عجبا شديدا ماذا حدث ثم اختلب الوزير وقال له ماذا حدث قال له أيها الملك إنني أحسنت إليهم عشرة أيام ففعلوا مثل ما رأيت وأنا أحسنت إليك عشر سنين ألا تعفوا عني قال له قد عفوط عنك الحقيقة هذه قصة بتذكر في الكتب إحنا لنا وقف عندها الإنسان لابد أن يتحلى بالعفو والصفح لأن الصفح عن الناس بسألة مهمة جدا وربنا عز وجل يقول في كتاب العزيز وليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم الإنسان لما بيعفو ويصفح ويسامح الناس بيكون الجزاء من جنس العمل فربنا عز وجل سيعفو عنه والحقى هناك قصة جميلة جدا لسيدنا أباكر صديقة رضي الله عنه أن السيدة عائشة أم المؤمنين تناول عرضها أحد الرجال اللي هو مصطح وتكلم فيه يعني كلام خاطئ وهذا الأمر أغضب سيدنا أباكر لماذا لأن مصطح كان من أقارب سيدنا أباكر وكان سيدنا أباكر رضي الله عنه كان يعطف عليه يعني سبحان الله يعني مصطح يأخذ العطف والمال والحماية والرعاية من سيدنا أباكر ويقابل بإزاء السيدة عائشة ويتناول من عرضها فسيدنا أباكر قال لأمنعنا عنه ما أعطيه فنزل قول الله عز وجل وليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم فسبحان الله فقال لا لقد عفوت لقد عفوت وإيه وأعطاه سيدنا أباكر مثلما كان يعطيه في الموضوع الإنسان لابد أن يتعلى بالحلم والصفح وبالذات ما أقرب من ناس لي مش معقول يعني مع ابنك مع زوجتك مع أخوك مع أرحامك بعض الناس الحقيقة تلاقي واحد يسئله بكلمة خلاص يقطع لماذا هذا أمر يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى في سلة الأرحام ليس الواصل بالمسل ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وواصلها يعني تعريف سلة الرحم إيه إن أرحامك يقاطعوك ويخاصموك ويجرحوك بكلمات فضة وغليزة وأنت تحسن إليهم حديث واضح حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل والمسل ولكن الواصل يعني الذي يسل أرحمه من إذا قطعت رحمه وواصلها فلما يتحل الناس بالعفو والحلم والصبر على أنفسهم والسماحة فتنزل الرحمات من الله عز وجل عليهم